في العاصمة الادريك الجديدة المشروع الاضخم المشروع الاضخم في العالم بقول في العالم واللي يقول بيبالغ ببالغ رجعوا وشوفوا احنا قلنا اكبر مسجد فيه الشرق الاوسط واكبر كنيسة في المنطقة ايه تاريقوا على نفس الاخوان لن ننظر اليهم او ما يقولون دعهم يهزون ويجذبون فهم يجذبونها بصدق مين ده سيد الرئيس مين اللي معاه الناس اللي بتشتغل بيصلوا ليل بالنهار دا مبارع قبل مبادرة حياة نور حياة ده كانت فقد لإيه اللي قدامنا دوت مدينة الفنون والثقافة اكبر دار اوبرا على 217 فدان كانت هذه الانشاءات خلال ان شاء الله لا يقل عن شهور سيتم افتتاح اكبر اوبرا في العالم مدينة فنون وثقافة بتضاهي المدن اللي موجودة في باريس وفي قلب اوروبا اللي بيحصل في العاصمة الجديدة مسجد كنيسة في منتجع الماسة عندي مدينة فنون الدينة شغالة في كل المجالات كل واحد شايف حيثته شغال فيها وفي الاخر هتجدوا وهتكتشفوا وهتتفاجئوا بمكان بعاصمة طليق بهذه الدولة ده اللي شغالين فيها على قدمه قدي قدي الرئيس وقدي الناس ليل ونهار شغالين امبارح بالليل لغاية 11 في المبادرة وقبلها كان في الجولة والنهار ده رئيس سوداني والرئيس الفرنسي وبكرة كذا دولة بتشتغل دولة بتنطلق وشوفوا اعداء الدولة بيعملوا ايه بهيد دين حسن بيقول مصر فيها ومصر فيها والاخوان بيقولوا مصر فيها ومصر فيها ده الفرق اللي احنا عايزين نقبرزه ونوضحه للناس ترجمة نانسي قنقر